وفي أول رد فعلا لحركة حماس ذكرت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مسؤول في حماس أن تحرير إسرائيل لأربعة محتجزين بعد تسعة أشهر يعد دليلا على الفشل وليس الإنجاز وكان رئيس حركة حماس إسماعيل هنية قد صرح في وقت سابق تعليقا على العدوان الإسرائيلي على مخيم النصيرات إن إسرائيل لا تستطيع فرض خياراتها على الحركة مضيفا أن الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن للشعب الفلسطيني قبل كل شيء